السلام عليكم في القصة تاع جوليا المشبك المخلطة لما شرحت انت مش رحت انتهيلي انه كل يوم كان معلومات جديدة وكل يوم هادرة جديدة كان بعد بعض من الناس بالساعات الاخيرة او 24 ساعة الماضية راهم يقولوا باللي جوليا متزوجة كانت او زوجت اولا مع مع والد والد اسامة وحسب حسب واحدة المؤثرة عيشة معروفة مشهورة مؤثرة عيشة في ما نقدرش نقول اسمها طبعا مشهورة عيشة في في فرنسا راهي تقول باللي ان الشيخ هو اللي يتزوج بجوليا حسب التحليل تاحها طبعا يتقول باللي الشيخ هو اللي يتزوج بجوليا وليلة العرس طلقها طلقها طبعا قللك بعد المشاكل اللي صرات ما بينه وبين اهلها وحسب نفس المعلومات حسب نفس المعلومات حالي هاد المؤثرة ان اسامة هو اللي عقدت على جوليا لي بعد الظروف لي بعد المشاكل واحد الخلوطة بينه بينه في بالي بينه 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 بين باباه ولا كشما كشما يعني كشما ثرا لهذا اسامة قالت راهي تقول هاد المؤثرة انه سلك له غرامة غرامة تعش اللي سلك هالو العلم لله وحنا كن روحو نشوفو روحو نشوفو للصور تاع الصور تاع جوليا اولا الصور تاع جوليا كنت دخلو الحساب تاع راجلها تاع اسامة راجلها الصور اللي ولين اتتاوعوا كامل مكاش معه جوليا تصور وحده تصور وحده بمختلف الصور يعني ما تصورش عنده بزيف تصور وحده ووقته بذي تصور مع جوليا من بعد القصة اللي راحت تمها حصة عشت وشفت وصرحت يعني الام الله غالب خافت على بنتها راحت صرحت وقالتها وشكاين 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 هني خايفة على بنتي هذي ليه ما يشتبان من بعد هاد القصة من بعد هاد الحكاية تاع الام اللي راحت عن يوسف نكاعة وحكايت له الحكاية جوليا باش تبرر تبرر يعني ولا باش تناعت للناس باللي امها راحت بدا تدير صور بدت تصور مع رجلها وينشروا في المواقع التواصل الاجتماعي واذا شفنا الصور وشفناهم ممليح نشوفوا باللي جوليا ماشي لابسا خاتم بتاع ازواج اي اي مرأة اي بنت يعني كي يزوجوا يحبوها كي يلبسوا اخوات بتاع الزواج باللي انام الزوجة ما عندهاش خاتم ماشي لابسا خاتم في كل الصور توحى وهاهم من الصور يعني على حسب مرهم ظاهري في الفيديو اذا خلصت القول خلصت القول على حسب يعني هذا الدلائل جوليا يعني كما القصة كما قالتها بمها نهار لول من اللي تزوجت مع شيخه كبير عليها وطلقها في اللي لهديك من البعض غلت مع اسامة والعلم لله هدا على حسب ما روجها وعلى حسب ما راه يتقال يعني احنا غير محبينا نوضحه يعني ونفهمه الناس باللي اقاول كتيرا وهضره كتيرا وكل واحد كون طير يلغي بالغاه كما يقولوا كل واحد يهضر في هذا ضروق ما الحكاية الحقيقية يعني والصح را عن جوليا لازم ضروق جوليا هي اللي تخرج وتقول الحقيقة ها وشكاين لان القضية خلاص القضية رأي رأي عام القضية الناس رام حبتها في الخارج رامي حضو عليها القضية رأي رأي عام وتهم الرأي عام كيدخلت وضروق دخلتوا الشعب ودخلتوا للجمهور دخلتوا دخلتوا في ذوامة تم الناس راه يضروق في ذوامة كل واحد وش يقول إذن إن شاء الله جوليا ربي يهديها تخرج وتقول الحقيقة وشكاين كما دخلتونا في دوامة خرجونا من هذه الدوامة إذن هذا هو الفيديو تعالي ومشاء الله ربي يجيب الخير ربي يجيب الخير وربي يصلح الرأي السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر